صلاح محسن؟ نيجي اللعب الرابع معنا اللي هو برضو راجع صلاح محسن طبعا صلاح محسن كلنا وبداياته كانت موفقة واحد وكان موجود معنا في المنتخب أنا قبل ما أشوف كان من عيوب صلاح شوية أنه هو يمكن بدنياً كان بتتكلم على بدنياً شوية عملية من أفضل حالاته أنه بيلعب براسه كويس بالفرص إحنا كنا شايفين الفرص التهديفية بالنسبة له بيجيب يعني لو جاله 3-4 فرص ممكن يسجل يعني عايزين نعرف أرقامه السنة دي مع صموحة كانت نشغل بأنه يعني بشكل عمل إزاي تمام نيجي نبص الأول على أرقام صلاح محسن مع نادي اسمه لعب السنة دي 14 مباراة 1129 دقيقة معدل دقائق اللعب 81 دقيقة مسجل كم جون في 14 مباراة لعبها؟ 5 أهداف وصنع 2 أسست صنع كم فرصة؟ 17 فرصة ولعب 14 مباراة مسجل 5 وصنع 2 يعني 7 أهداف 14 يعني تقريبا بيساهم في نص هدف في الماتش سواء على مستوى الصناعة أو على مستوى الإحراز صناعة الفرص رقم مهم أوي هو على فكرة في اسموحة ساعات بيلعب كتير جناح ما بيلعب جناح شمال أغلب المباراة حتى في مباراة الزمالك في كاس مصر في الهدف اللي جابه اللي هو بيلعب جناح أيصر لأنه عنده حسام حسن قدام فبيحط صلاح محسن جناح فممكن برضو حتة دي مهم أوي إن صلاح محسن مسيماني مثلا بيلعب 4-4-1-1 سواء محمد مجدي أفشا ببساية شوية عن مروان تحته فممكن صلاح محسن هل هيلعب تحته هل هيلعب عنده حتة اللامركزية وصلاح بيلعب شهاد ستراير كويس يعني تحت المهاجم وبيلعب مهاجم وبيلعب جناح مصر كان بيلعب مروان وهو بتحته يعني بعد الماتشات كان مروان هو الراس الحربة هو كان بيلعب كمان الحتة اللي تحته بيخش من على أطراف بيخش يكمل طبعا ميزة وصنع 17 فرصة ده رقم مميز قوي في 14 مباراة رقم حلو قوي إنه بيصنع فرص كتير نكمل نبص نلاقي برضو بيجات له كم فرصة 19 فرصة استغلوهم بشكل صحيح في 5 فرص عدد التمريرات 235 تمريرة منهم 151 تمريرة صح يعني نسبة دك التمريرات 64% زي ما قلت لحضرتك بالنسبة للمهاجم الرنج ده من 60 ل80 مش وحش كويس نجي للتمريرات البيانية 10 لنلاحظ الملحوظ في صلاح محسن السنادي في تطوراته أهم رقم عنده صناعة الفرص والتمريرات البيانية هو صلاح محسن كان فاردي شوية في بدايته ما كانش بيصنع فرص كتير الملحوظ اللي احنا شفناه صناعة الفرص كانت كتير والتمريرات البيانية 10 كتير برضو بدأ يلعب جماعة يلعب جماعة أكتر وده برضو عشان إنه بدأ يلعب كجناح مع اسموحة أكتر من التزديد على المرمى 29 محاولة على المرمى منهم 12 صح المراوغات 21 مراوغة نجحة بنسبة نجاح 42% ده رقم برضو كويس بالنسبة لي صلاح محسن لكن نيجي بقى نشوف هل صلاح محسن النادي الأهلي في مركز رأس الحربة محتاج رأس حربة نعدهم عندنا عندك ماروان وعندك باجي ومروان يعني دول اتنين دول تسعة دول اللي موجودين مع الجير بقى كهرباء والناس اللي ممكن توضع إذن إنت محتاج إيه أجاية ممكن ساعد بي أجاية ساعد إذن إنت محتاج واحد مصري لأن إنت مثلا يعني عندك الأجنبي فأنت محتاج كل ما تدعم بمصري في محل يعني لعب مش أفريقي في حتة رأس الحربة تفرق يعني محتاجها أكيد هتفرق وخلي بالك عزيني وضح للسادة المشاهدين أو جماهير النادي الأهلي مش لازم كلمة صفقات يبقى لازم صفقة اللعيب أدنب أنا أعتقد ده صفقات للنادي الأهلي يعني ده إنت لما بتطلع لعيب بيستفيد وأرقامه بتقول أنه هو جاهز للعب النادي الأهلي دي أعتبر صفقات يعني إحنا مش لازم في صفقة أنه لازم أدفع فلوس كتير قوي عشان أجيب لعيب من بر لكن مهم جدا للعيبة تفيدنا وكمان مهم البوزيشن بلعب في أكتر من مركز بلعب جناح شمال وبلعب مهاجم بس في نقطة مهمة برضو في صلاح محسن حتة العقلية مهم جدا التطور في حتة العقلية لأنه هو بدأ كيرفه كان عالي جدا 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 وكان أفضل مهاجم في مصر صلاح محسن أجيري مرة قاله أنت من أفضل اللعبين الموجودين في مصر حاليا ساعة ما بيتكلم عليه إمكانياته اللي كانت بتظهر في التمرين لا الكيرف بدأ فدي الفرصة اللي جياله لازم يقاتل عليها لأنه هو لو ما استغلش الموسم ده مع النادي الأهلي يعني لازم يستغل الموسم ده حقيقة الكيرف بتاعه هينزل يعني في مهاجمين مثلا شفناهم طلعوا مثلا عمر جمال أو أي مهاجم مثلا طلع بشكل كويس بعدين الكيرف بتاعه وقع مقدرش يرجعه صلاح محسن الفترة دي مهم جدا أنه هو الكيرف بتاعه خلاص هو كان طالع بشكل زي ما حداك قلت أنه هو كان أجيري كان بيقوله أن أنت واحد من أفضل والناس كلها كل الخبار بقوله كان من أفضل المهاجمين وكان ليه إهداف مميزين حتى لو جدنا بعض الإهداف لها نلاقي أنه هو واحد من كان من أفضل المهاجمين ليه صحيح أفضل المهاجمين ولعب منتخب مصر وسجل مع حضركك في مطش تونس لما جاء الجون محمد صلاح لعبها له مزبوط وكان بسا نازل أنا شايف دكتور من خلال الأرقام ديت وطبعا إحنا عندنا هقول أربع صفقات أربع صفقات جديدة أربع صفقات من جديدة مصريين موجودين في النادي ودي حاجة مهمة بتوفر عليك فلوس طبعا لما تروح تشتري دلوقتي الأسعار يقولك عشرين وتلاتين مليون واربعين مليون أنت عندك لعيبة ده شغل الإعارات الصح أن شغل الإدارة الصح أن أنت تفكر إزاي تطلع لعيب تستفيد به زي أكرم توفيق بتفيد برضو النادي التاني زي نادي الجونة استفاد وفي نفس الوقت اللي عيب تطور وارجع لك أنت محتاج مثلا أربع ارتكايز زي ما قلنا على أكرم توفيق حتة المهاجم أنت أصلا عندك عجز في مركز المهاجم لحقيقة عندك مروان وعندك باجي بس فأنت محتاج مهاجم عليهم تتكلم على معدل أعمار صغيرة الولاد لسه كلهم صغيرين ماشاء الله وخدوا خبرات